زيزو بتقولي انه يقترب مثلا من التجديد لنادي الزمالكة او رغبته للوقت انه يجد لنادي الزمالك سمعنا أشرب بن شرقي سمعنا طريق حامد وعودة لجيل 2020 كده واضح ان الزمالك عايز يوعيد الفكرة تاني ويلجع نفس اللعبة أشرب بن شرقي وطريق حامد قريبين من الزمالك نبدأ بأشرب بن شرقي بص الزمالك مكسف كل جهوده في صفقة أشرب بن شرقي هي الصفقة اللي هم شايفينها طبعا يا صفقة جماهيرية من العيار الصقيل يعني وصفقة هتهدي الغضب الجماهيري على المجلس خلال الأيام الأخيرة يعني فالمجلس مكسف كل جهوده على الصفقة دي كنت قلت لك قبل كده في بداية التفاوض أن أستاذ عمر أدم عدو المجلس هو اللي بيقود التفاوض بنفسه في قصة أشرب بن شرقي خلال الأيام القليلة الماضية كريم بدأ شوية يبقى فيه انفراجة في القصة كان الخلاف مبدئيا من بداية التفاوض أن أشرب بن شرقي طالب مليون وخمسمائة ألف دولار ومش عايز ينزل والزامالك عرض نص المبلغ تقريبا بنكلم في تومنمائة ألف دولار فالجاب كبير وهم نفسهم قالوا أنتم بتدفعوا أرقام كبيرة للعيبة وبتجيبوا اللعيبة ده لعيب حر في الديني اللي هتدفعوا للنادي فكان فيه مشكلة لكن قدروا أن هم شوية النادي يرفع عرضه واللاعب يحاول ينزل شوية عن طريق ممثلينه مع تحمل طبعا من خارج النادي يبقى فيه جزء لأن مجلس إدارة نادي الزامالك هي سياسة واحدة مش هتتغير في سقف مش هنرفع عنه خالص عشان النادي يقدر يلتزم بالعقد طيب دلوقتي الزامالك كان عدد تمنمية أشرف بن شرقي كان عايز ألف تمنمائة ألف دولار مليون وخمسمائة ألف دولار من جانب أشرف بن شرقي وصله للنص الكام بنتكلم في المليون مليون ومية بنتكلم لكن فيه موافقة نهائية إلى الآن لأ لكن فيه انفراجة شوية يعني أن الأرقام طلعت للمليون ومية ده شوية ماشي ده رب أنت في الصورة ما أعلموا أن رغبة أشرف بن شرقي الأولى في مصر هو نادي الزمالك هو اللاعب شايف أن العلاقة بينه وبينه الجمهور كويسة جدا مش حابب بيخسر الجمهور في نفس الوقت يعني عارف قط اللبس وعارف اللعيبة وعارف الدنيا وعارف الأجواء فليه يروح وكان عنده قبل كده يروح لو الدولوا رقم لهم بقلوا عايزوا بزمالك وكان عنده عروض من أنداخة لجيها ما فكرش في كده يعني أشرف بن شرقي عايز يرجع الزمالك عايز يرجع الزمالك عشان هياخد بطولات وبرضه أشرف حسابها كده لما خرج من الزمالك خد فلوس لكن ما خدش بطولات بعد عن المنتخب الزمالك لما أشرف بن شرقي جي الزمالك رجع المنتخب على حس الزمالك وعلى فترته مع الزمالك أشرب بن شرقي عارف أن الزمالك عنده صبر أفريكي فيه كونفدرلية يقدر ياخد بطولتين قريتين مع الزمالك الموسم اللي جاي فحاسبها كده شايف أنه هو 30 سنة فعنده المنتخب برضو عايز يلعب سنتين ثلاثة يبقى برضو بيختم وهو العيب دولي وهو واقف على أرض صلبة فحاسبها كده أكتر ده أشرب بن شرقي طريق حامد طريق حامد فيه كلام بس يعني مرتقش لكلام رسمي عندك رغبة عندي رغبة طب المواقف معظمك لسا المواقف معظمك مش واضح خاصة أن وكيل طارق أحمد إيحيا مقرب من إدارة نادي زمالك كل علاقات جيدة فهو حلقة الوصل وهو اللي بيحاول يعمل تفاومة بين الطرفين لكن مرتقش الموضوع لكلام رسمي ونادي زمالك عمره ما هيدخل في العيب يروح يدفع فلوز ما قطيس سأقول لك بقى فيه تصوات حصلت مع طريق حامد طريق حامد قال لهم هخلص أنا نفسي مع ضمك بس الكصة كده الزمالك قال له خلص نفسك وتعالى الزمالك الشادت حلوف بنشرق إليه عشان فريه مش هيروح يدفع صح خزنت الزمالك مش هتتحمل أن يروح يدفع للعيب ويدفع للنادي فأنت طريق خلص نفسك تعالى خلصت وضمك خرجك من حسابات وهتفسق بالطراضي وتبقى لعيب فري تعالى وطريق ما عندهش مشكلة خلاص هو رحل السنتين اللي لعبهم في السعودية الدنيا تمام فيرجع الزمالك يختم السنتين اللي ألعبهم مع الزمالك والدنيا تبقى تمام لكن إلى الآن مفيش مكتاز عطاك في الأول بس في حاجة كده مش هادر يسيبها قبل ما أطلع فاصل جمهور الزمالك ليه زعلان من إدارة الزمالك؟ بتبتقول لي عشان يشيلوا الغضب شوية على إدارة نادي بس جمهور الزمالك زعلان من إدارة الزمالك زعلان إدارة الزمالك عارفة أن الجمهور زعلان زعلان هم شايفين أن المجلس كان مدي وعود كبيرة جدا 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 قبل الانتخابات دخلين في السنة على أرض الواقع ما نفذوش حاجة المجلس حل مشاكل كتيرة كريمة كتير جدا 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 فوق ما الناس تتخيل لك أن تتخيل أنا أقولك على سبيل المسال نات الزمالك لما سفر سفريت ديلمزي الغاني في قبل ناقي كونفدراليا سفروا بطهرة خاصة الزمالك دفع فلوس التهرة دي بعد ما رجعوا عشان ما كانش معهم فلوس يعني مع العلم أن المجلس يعني كابتن حسين السيد ده على سبيل المسال دفع من جيبه فوق المليون دولار وشوية مش تبرعات يعني جزء تبرعات وجزء بيقرد النادي بالدولار وياخد بالجنيه عمر ما حد هيعمل كده فالناس بتدفع أرقام كبيرة جدا وكابتن حسين من جيبه وبيدفع أرقام كلهم بيدفعه ولكن أنت برضو عندك أزمات كبيرة جدا جدا فوق ما هم يعني نمو طاقين آه طبعا أكثر من نمو طاقين بكتير بكتير جدا